العلو رسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قالوا لما فوق مبنق الفوق مخالفة عديل كذب قال للجارية في صحيح مسلم أين الله قالت في السماء قال أعتقها شوف سبحان الله ما قال لا أعتقها فإنها طيبة فإنها مؤدبة فإنها تقية قال لي أعتقها فإنها شنو مؤمنة وده يكفر كسي زول الرسول قال ده مؤمن ده يقول لك كافر ده ما بخالف فيه ولكن ده بيقول الله فوق لشان كذي ننزل جماعة ديل وأنا بناظر تناظرنا في ديه ويوم الجمعة تبع تنزل المنبر بتقرى شنو السنة في الجمعة تقرى شنو أول شي في الرقعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى دي ذات السنة أو الجمعة هذا ما أعرف هذا ما قاعد يقرأه اللي شنو سبح اسم ربك شنو الأعلى يزاك الله خير الأعلى وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله الله إليه إليه وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه دي ما نصوصه أضحى القرآن دا نزل من منه من الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل دي من فوق لا تحت ولا من تحت لا يفوق نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وآيات كثيرة تثبت العلول لله سبحانه وتعالى والله نحن ذاته بقين في أمة إلا من رحم الله تعالى يحير ذاته في وصول الدين الدرويش تقول لا الله أين يقول لك لا فوق لا تحت لا باليمين لا بالشمال لا قدام لا وراء لا داخل الكون لا خارج الكون في عدم اكتر من كذي لا باليمين لا بالشمال لا قدام لا وراء ركزيتها شوفوا الكلام ذا لا فوق لا تحت لا داخل الكون ولا خارج الكون في عدم اكتر من كذي يا جماعة في عدم اكتر من كذي وصول الدرويش دا ذاته كان جاء واطرش قال له لله بقول له كذي يعني الله كريم انتا بتقول له لا طرش كذي الله كريم ليه ما تقول له لا كذي لا كذي لا كذي تجوطه انت لها بتقول له الله كريم كذي انا داره عارفك يا درويش وامش لولده في البيت الدرويش يعني احنا يقول لنا وهابية في الجامع مناظركن اه تعال ناظرنا بعد يقول لك امش لي ولده في البيت يا جنة يا ولدي الله وين الجنة يقول ليه فوق هذا تقول ليه وهابي دا ربينا نحنا الجنة دا الرب منه كل مولود يولد على شنو على الفطرة واشياء عجيبة جدا والله كلام غريب تعارف في جنة متفلسف واحد اتكلمني من السلمة اي جواب إلا يتفلسف فيه ما بجيه واحدين والجنة عمره اربعة سنة إلا يتفلسف بعدين واحد حكى ليه الكلام دا اسمه حسن في السلمة قال قلنا له يا فلان اهي صغير الله وين وإلا يتفلسف قال يعني حيكون وين ما فوق يجوع لك الله والله معلم زي ما فوق يعني حيكون وين ما فوق ما هو الله قال كذيه اأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ما يمسكهن الا من الرحمن ابقى الآيات القبلي في ذكر السماء وآمنتم من في السماء الآيات القبلية البعدة ذكرة الرحمن صح او لا ما صح ايوة الآيات القبلية شنو القبلية اامنتم من في السماء قال تعالى واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق ده جبريل ولا الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ده الله ولا جبريل يا ناس الله وكلوا من رزقه وإليه النشور اأمنتم من في السماء ان يخذف بكم الارض فاذا هي تمور الاخر الآية قالوا ده جبريل ما الله وجبريل من الملائكة والله قال سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال مسألة ثانية قال انت قلتوا الله في السماء وختيتوا الله في السماء ما ختيناه دهما القنفظة دي ما انت جبتها من راسك ساي أو من قلبك بطريقتك قال نحن ما قلناه مسجل الكلام ده كله قال انت قلتوا الله في السماء وختيتوا الله في السماء ختيتوا الله في السماء دي جبتها ايته من شنطتك نحن ما قلناه قال طيب السماء دي ما تحت العرش هل معنى العرش فوق ليه الله والله يقول الرحمن على العرش استوى ديه اشياء اللبسد عليه وشوت له اشتباهه انا بحل لك لو ات دار الحق بس ات شنو اسمع الكلام بيتدبر وبيتعمل واسمع بانصاف واحد السؤال الاول سئله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري قيل له يا رسول الله اين كان الله قبل ان يخلق السماوات والارض نفس السؤال فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه اول شكان الله بره سبحانه وتعالى وحده هو الاول والاخر والظاهر والباطن كان الله وحده ثم خلق الارض للفائدة خلق الارض قبل السماوات ثم خلق الارض ثم استوى الى السماء فخلق السماوات واستوى الى السماء الى اذا جاءت استوى اذا جاءت معدية بإلى فالمقصود باستوى قصد اذا جاءت استوى معدية بعلى فالمقصود باستوى على وارتفع ركز بتلقائم في القرآن استوى الى السماء اي قصد السماء فسواهن سبع سماوات الله سبحانه وتعالى فهو في علوه خلق الارض وخلق السماوات وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى دا الجواب عليه سؤالك يعني كان الله وحده ولم يكن شيء من الكون فخلق الارض ثم خلق السماوات ثم دح الارض بعد خلق السماوات خلق فيها اشياء اشياء وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى دي النقطة دي افهمة واحد فدي شكري في مناظر تروى بين الامام احمد وبعض الجهمية واحد جهمي بعدين ناظروا الامام احمد من البداية حدد المناظرة من العقل ولا من النصوص طبعا دا نقال له من النصوص بتورط دا الامام احمد دا عنده المسند وعنده كتب وحافظ حفظ تقيل جدا نقال له اشغال دي هنا احنا بالنصوص دي بل اشغال دي بالعقل نقال له بالعقل اهي اداو حجة دامغة قال له قال له الارض فراش والسماء بناء الارض دي يا هالارض والسماء بناء يعني عريش يعني السماء والارض زي الغرفة الكون زي الغرفة الغرفة دي واطاتها هالارض وعريشة شنو السماء مش دا الكون قال له اهي الكون اها قال له الكون دا والله سبحانه وتعالى دا الكون براوه والله سبحانه وتعالى وحده هل دخل الخالق في المخلوق ما قلتها الله في كل مكان الكون دا افترضوا غرفة عريشة السماء وارض يا هالارض هل الخالق دخل جوه المخلوق قال له ما تقول في كل مكان وهل المخلوق دخل في الخالق لا الكلامنا مبصح هل الخالق تحت المخلوق هالغرفة دي قال له الخالق تحت المخلوق قال له مبلغ وهل بجواره هل بجواره والجوار التاني كيف قال له قال فاين اذا هو هذا ما الخالق وده المخلوق دي غرفة الكون سماوات والارض الخالق دا وين ان قلت تحت ما ممكن المخلوق يكون اعلى من الخالق وان قلت به جنبا دي ساء ذاته فاين الخالق اين الخالق هو فوق المخلوق فأفحم الجامع انتع الموضوع قال له فالله اول شيء سبحانه وتعالى ثم خلق الارض ثم خلق السماوات النازل عندهم مفهوم ان شاء كان بيجي الرد عليه السؤال التاني عرفت السؤال الاول الرد عليه شنو كان الله ولم يكن شيء معه وحده وده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم النقطة الثانية مدرد عليها التشويش دا من قديم بالمناسبة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وانا لقيت الصوفية بولده ما عليش زي البليد دا الدليل على البلاء دا انا بجاوبه ما بزول يسألو يا شيخنا يا بقميص ما بزول يسألو خلوه يقولك ومش منيرو غيرو منيب ما بزول يسألو زول ما حروق يتما تشاكله خلي داري جوته خليه أسي غلبته مرة الفاتد جبه عراق يمشى لانا قلنا يمكن العراق يخجل منه ولا حاجة ولا الضائق هسي بيجا لابدتو ماذا ريقعد اسمع الكلام دا يتايدا الدبسي معنا لك الكلام طيب قال قال جزاك الله خير كفر ومش قال الرجل دا قال طيب إذا قدتو الله في السماء طيب السماء دي تحت العرش طيب العرش هالفوق لي الله والله يقول الرحمن على العرش استوى الجواب على السؤال دا لانو اشكل في راسك لانو متخيل الامر تخيل الباطل هو متخيل احنا بنقول دي السماوات السبع والله في واحد من السماوات دي او في السماء السابعة دون العرش نحن لم نقول كذلك نحن لما نقول اامنتم من في السماء قال العلماء من في السماء تحتمل معنيين وهذان المعنيان مترادفان والسبب في حرف في فاذا فسرت في بمعنى الظرفية المكانية اامنتم من في السماء في السماء فنحن نعني بالسماء العلو افهم الكلام دا كويس ركز فيه حتى الاشكال يزول منك اامنتم من في السماء السماء هنا ليست السماوات السبع المخلوقة دي وإنما السماء العلو العلو قال تعالى في سورة الحج حتى ندك التفسير من القرآن من كان يظن اللي ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيبن كيده ما يغيظ تفسير الآية الزول البظن ان الله ما بينصره اظن في الله سيء اربط له سبب سبب يعني حبل في السماء الحبل دا يربط في شنو في السماء يعني في العرش العرش بتاعوته تعالى البيت بعد دا يربط الحبل في رقبته ويخنق نفسه يموت من كان يظن اللي ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يثيبن كيده ما يغيظه فوصف العرش بتاع البيت انه شنو سماء لانه فوق ليك والله قال عن السماء عن السحاب وانزلنا من السماء ماء السماء وفي آية اخرى ونزلنا من السماء ماء مباركا في سورة قاف السماء المقصود بها هنا السحاب الموية مش بتنزل من السحاب فلما وصف السحاب بأنه سماء يعني أنه فوقنا شكي السماء يعني الفوقية فوق فنحن إذا قلنا الله في السماء يعني في العلو المطلق يعني السماوات السبعة شايفة فوق ليه السماوات السبع في سدرة المنتهى في الكرسي وسبرة المنتهى وفي العرش دي كلها فوق وهو فوق العرش فاسترنا السماء بأنه العلو يعني المطلق دي واحد التفزير الثاني قالوا فيه بمعنى على في السماء أأمنتم من في السماء يعني على السماء فوق السماء ونفس المعنى قالوا فيه مرات بتجيب معنى على قال تعالى في القرآن عن فرعون لأصلبنكم في جزوع النخل يعني ما معنى بشيك جزوع النخل وبدخلوا جوة وصلبوا كذلك وده ما التصليب أصلا تصليب تجيب عود وتنصبه عالي بعد ذلك تربط الزل شنو فوق ليه ملامس للعود متلصق مع العود على العود رفت المسألة ونحن نقول الله للسماء حاشا وكلا سبحانه وتعالى ونقول كذلك لكن من قول أأمنتم من في السماء السماء العلو والمطرق وإن قصد فيه على السماء وهذا أيضا جاء في تفسير آخر في كتاب الله سبحانه وتعالى دي المسألة فأنا نقول الله بين العرش والسماء ونقعد إن نقول كذلك دفعا مغلوط في إمتو إتبارات ولا بزول قال الكلام ده فيزول قال وقاسي من قبل فيزول قال كلام زي ده ونقولنا الرحمن على العرش السوى على العرش السوى لكن قلنا قال أأمنتم من في سيتب ترود علي الله انت الله يقول لك أأمنتم من في السماء تقول لا لا يا الله كلامك ده غلط ومحمد مان الجامي والله صرح قال هؤلاء يردون على الله لأنه يقول الرحمن على العرش السوى فيقولون لم يستوي يردون عليه فإن نقول دي سماوات سبع وفوقها الكرسي وفوقها سدرة المنته والعرش وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وفوق كل شيء سبحانه وتعالى كما قال الرحمن على العرش استوى هل ده تفسيرنا نحن أيوة استوى دي بتلقاه في القرآن معدية بعلى استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش بتلقاه في القرآن في سبعة مواضع معدية بعلى بتلقاه في سبعة مواضع كما ذكر ابن عثيمين في شرحه للعقيدة الواسطية لما ترجع صحيحة البخاري جزولة بتكلم من غير مراجع وأنا بجيب لك قال ابن كثير قال وصفحة كذلك الكلام الجابه ذاته أنا بوريك الرد عليه والله الذي لا إله غيره في صحيح البخاري في الجزء الرابع مطبع الدار الفكر صفحة 280-281 بحاشية السندي قال في باب وكان عرشه على الماء من كتاب التوحيد من صحيح البخاري الجزء الرابع قال قال مجاهد استوى على العرش أي على على العرش مجاهد بن جبر هذا من التابعين أودة الميز ابن عباس رضي الله عنهما قال عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات فسروا آية 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 فسروا يا فسروا لابن عباس ياهو بيذكر للشيء الفهمه والتفسير اللي عنده ابن عباس بيقره أو بيصوّمه ثلاث مرات شكيه سفيان الثور قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به انتهى الموضوع وده تابع عقيدة من حرفة برضو قال استوى على العرش أي على على العرش فوق العرش على على العرش أي معناه فوق العرش وقال أبو العالية ده برضو من التابعين وده برضو في صيح البخاري طوال تلقى بعد كلام مجاهد قال أبو العالية أي ارتفع وده كمان قال استوى إلى السماء قال ارتفع ده أبو العالية كمان مع أنه استوى إلى تأتي بمعنى قصد لكن قال ارتفع ها رأيك شنو ده تابعي وقال للتابعين زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ده عقيدة صحيحة ولا ما صحيحة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام قالت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ده في نفس الباب ذات في صيح البخاري قالت زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات ها رأيك شنو وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أو قال إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي ده الكتاب الكتب فهو عنده فوق العرش آه رأيك شنو فوق السماء رأيك شنو لأن العرش فوق السماء فدي كلها نصوص وآهات واضحة ودلة وحاديث واضحة أبين جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يا أخم برأون بجبا حديث برأون بقوله الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء